موسيقى الننا الرشيد واحدة من بين عشرات المؤلفين والأدباء الصحراويين الذين أرادوا التعريف بكفاح الشعب الصحراوي ومسيرته النضالية بمطبوعات دوانتها أقلام صحراوية تعريف بالقضية الصحراوية بشكل أوء آخر إما عن طريق الشعر وإما عن طريق الرواية وإما عن طريق الكتب السياسية أو السير الذاتية لبعض زعم القضية الصحراوية ومشاب الصحرا وهذا كتاب مقدمات لنهايات الاحتلال المغربي هو مجموعة مقالات ودراسات تتحدث عن مراحل وتطورات القضية الصحراوية خلال السنوات الأخيرة لدينا أيضا كتاب عن حياة الشهدين وعن شهيد الولي مصطفى السيد وعن قراءة في فكره وعن شهيد محمد عبد العزيز زعيم الشعب الصحراوي الذي توفي مؤخرا وكما تعلمونه وعلى غرار العنوين السياسية شاركت دار النشر الصحراوية في سنة 2018 بالجزائر بعنوين ثقافية للتعريف باللهجة الحسانية وأخرى تركز على دور المرأة الصحراوية المتميز يمكننا أيضا فساح المجال لكتاب صحراويين من الأراضي المحتلة الذين لا يمكنهم تقديم طبعا منشوراتهم وكتبهم لأنهم تواقعين تحت السيطرة المغربية تعلمين أن دور النشر تكلف ماديا لا بدالها من الكثير من الأشياء نحن نحاول أن نصد هذه الفراغات بالكثير من الكفاح أيضا الثقافي النانا رشيد ما هي إلا نموذج عن كفاح لا يستند على سلاح من حديد بل حروف أقوى من رصاص المحتل